إن الحكومة عازمة في إدائها للمهام المكلفة بها على تجاوز الأساليب التقليدية في التعاطي مع المشروعات الحيوية إلى جانب تطوير الأداء الحكومي بما يؤدي إلى الغضاء على تعقيدات الروتين الإداري الذي يعطل المصالح والمعاملات من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في إطار الحقوق والواجبات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتطبيق القانون على الجميع وأن يكون تنفيذ المشروعات والإصلاحات وفق برنامج زمني محدد مع تحديد وسائل المتابعة والتقويم بما يسهم في تسريع الإنجاز بأفضل صورة ممكنة ولا شك أن تحقيق مثل هذه الإنجازات يتطلب إعلاما واعيا قادرا على خلق وتعزيز الرأي العام المستنير وتكريس الحرية والمسؤولية والالتزام بالموضوعية في إداء الرسالة الإعلامية المطلوبة بما يسهم في دعم وتعزيز مقاومات الوحدة الوطنية والحفاظ على روابط المجتمع ووحدة نسيجه الاجتماعي